الله تعالى وبركاته دائما مع مكونات الغذائية مكون التوابل كما قلنا هناك لائحة كبيرة جدا ولكن نكتفي بالأشياء المعروفة والمعهودة لدى الناس ولو أنها بعد التوابل لا تنتج في هذه الدول دولنا المغاربية فهي تستورد من القارة الهندية ولكن علي يجب أن نتكلم عنها فمهمة هذه التوابل كما قلنا لا تستهلك من أجل البروتينات ولا من أجل الأملاح المدينية ولا من أجل الألياف ولا إشي هذه التوابل كلها تستهلك من أجل الفيتوستروجينات ومن أجل استيرولات الموجودة فيها وهي تستهلك بكمية ضئيلة جدا ويجب أن تكون في الأكل لماذا؟ لأن بعضها يدفع البعض يجب أن تكون في الوجب الغذائية في جميع الوجبات الغذائية بما في ذلك الوجبات الباردة أو في ذلك حتى الوجبات البسيطة مثل السلطات أو مثل عجائن أو مثل بعض القطاني هذه البقوليات أو أشياء هذا يجب أن تكون دائما في الطبيق هذه التوابل لماذا؟ لأن الجزائيات الموجودة فيها لها دور كبير لأنها هي التي تحفز المكونات الموجودة في الأغذية نحن الآن نعرف المواد الغذائية نحن لا ننصح بما نتكلم عن مواد الغذائية نتكلم عن خصائصها ونصنفها ثم نعطيه بعد وصف هذه المادة ما هي نحن لا ننصح باستهلاكها أو عدم استهلاكها أو بالنسبة للمرضى ولا لنصي صحيح نحن نتكلم عن المادة في حد ذاتها هناك برنامج آخر سنتكلم فيه سيكون معقد شيئا ما سنتكلم فيه كيف نستعمل هذه الأشياء بعض الأشخاص الآن يعيبون علينا أننا لا نقول لهم كيف تستهلك وكم نستهلك وماذا تستهلك ولماذا تستهلك فهذه وصفات أعشاب نحن نحن نصح أصحاب هذه الأشياء نحن نصح أصحاب علوم راقية في علم الأغذية وليس علم الأعشاب وليس طب الأعشاب وليس أي شيء هكذا فهذه المكونات نحن نعرفها جميع المكونات التي خلق الله في قدر الإمكان فهذا التوابيل حلقة اليوم سنتكلم عن القرنفل هذا القرنفل لناس يعرفونه جيدا ولكنهم لا يستعملونه مع الأسف أما من قبل فكان يستعمل حتى كطيب يعني كان يتطيب به الناس لأنه له رائحة زكية خصوص النساء كانوا يعملونه في شعارهم ويعملونه حتى في تيابهم لأنه له رائحة جيدة رائحة زكية وكان من الأشياء يعني هذه التي تقضي على جاراتهم طبعا فهذا القرنفل رائحته قوية ومذاق كذلك قوي له مذاق قوي ولذلك يستهلك بحبيبات فقط الذي يقدر على استهلاك يعني ملعقة صغيرة جيدة ولكن يعني التوابيل عموما تستهلك بكمية بسيطة إلا الكوركم الكوركم ممكن يستهلك الناس ملعقة كبيرة أو أكثر ثم يعني القرنفل مع القرفة مع هذه الأشياء هذه تستهلك بكمية ضائلة من الأحسن وأي كمية جيدة ليس بالضرورة أن الناس يستهلكوا 20 جرام أو 30 جرام يعني لا داعي أي كمية يعني حبيبات فهي تكفي للجسم لماذا؟ لأنه عنده دور تحفيزي دور منشط للمكونات الأخرى بمعنى إذا استهلكنا القرنفل لوحده فسنضيعه لماذا؟ لأنه لا دور له في التغذية ولا في الجسم ولا في فيزيولوجيا الجسم يجب أن يستهلك مع الأغذية أو مع أعشاب أو مع توابيل أخرى لأن هذه الجزئات ستجد الأشياء التي تحفزها أما إذا استهلكناه لوحده فلا دور له ويكون خسر فيجب أن يستهلك مع أشياء لماذا؟ لأنه يحتوي على مكوين الأوجينول ويحتوي على مكوين الكامفيرول ويحتوي كذلك على مكوين الكاريوفيلين يعني الكاريوفيلين معروف دور الكاريوفيلين معروف جداً عند الباحثين وعند العلماء نحن لا نريد يعني نحن لدينا حدود في الكلام لا يمكن أن نتعدى يعني هذه الحدود فهذه المكونات لماذا؟ لأن إذا بدأنا نتكلم عن تصلح لمرض كذا ولمرض كذا فربما هناك أشخاص يكونوا غير ملمين ثم يسمعون هذه النصائح ويبيعون للناس هذه الأشياء وهناك من قال أنني سمعت الدكتور فيد ينصح بي أنا لا أنصح بأي شيء أنا أتكلم عن خصائص المواد الغذائية نعرف الناس يعرفون المادة ثم يتصرفون كيف يشاءون فالقرنفل يحتوي على الإيجينول والإيجينول هو الذي يعطي هذا المذاق القوي المذاق مر هو يحرق في الفم وهو مسكن ولذلك بعد زيوت الطيارة المستخرجة من القرنفل تستعمل الآن في بعض المواد التي تصلح للأسنان في طب الأسنان يستعمل كثيراً في طب الأسنان وفي كثير من المراهيم وكثير من الأشياء التي تهدي ألم الدرس ألم الأسنان وألم الأسنان ألم فضيع هنا ولماذا؟ لأنه يعمل دور بنج هذا القرنفل فمكوم الإيجينول يعمل مع الكاريوفيلين وهم موجودين في القرنفل سبح باسم ربك العلى الذي خلق فسوه يعني تسوية الخلق خلق فسوه سبحانه وتعالى فيعني الأيجينول يعمل مع الكاريوفيلين مثل البيبيرين في الإبزار التي تعمل مع الكيركيومين الموجودة في الكوركم فالكيركيومين تعمل بنشاط قليل لكن لما يكون معها البيبيرين تعمل 100% لذا هذه الأشياء كما قلت يعني ربما ندخل في تعقيدات كبيرة لأن هذه علوم معقدة طبعاً فالأيجينول في القرنفل يعمل مع الكاريوفيلين الكاريوفيلين يوجد في القرنفل وهناك مصادر أخرى يوجد كذلك في الكبار نبات هذا الكامبثيرول والكاريوفيلين هذه الثلاثة هذو الأيجينول والكاريوفيلين والكامبثيرول الكامبثيرول يوجد في الكبار أو القبار نبات القبار هذو الكابخ الفرنسية ثم يعمل مع الكاريوفيلين والكاريوفيلين موجودة في نبات الجنجل أو حشيشة الدينار وهذا الجنجل هو الذي يعملونه في صناعة الجيعة صناعة المشروبات الكحولية هو يعمل في صناعة الجيعة هذا الفرنسي الهوبلون بالأنجليزية الهوبس فهذه حشيشة الدينار أو الجنجل هي التي تحتوي على أكبر قدر من الكاريوفيلين ولذلك إذا استهلك القرنفل مع نببة الجنجل يعطي نتيجة أكبر وإذا استهلك مع الكبار والناس يلاحظوا على أن مذاق الكبار كذلك كمذاق لادع هذا قمر قوي جدا مثل الفلفل ويمشي مع الفلفل كذلك هذه الأشياء تمشي مع بعضها إذا كانت ممزوجة يكون أحسن يلا تعملوا لوحدها ثم هناك أشياء أخرى تحتوي على قدر بسيط من الكامبفيرول من هذا الأصفر من أشياء بسيطة في الطبيعة يوجد فيها الكامبفيرول يعني ليس نادر في الطبيعة هو موجود يعني موجود حتى بعد الفواكه ولكن أول مصدر يبقى هو الكبار القبار نبات القبار أو هو نبات موجود عندنا في الفضاء المغارب يكون له في المغرب وجزائر و تونس هذه معروفة بلدان الكبار والناس لا يستهلكونه بكثرة حتى عندنا منطقتين الآن في المغرب يعني هذه المنطقة تيساتة و نادس و منطقة الشيادمة هذه مناطق أصبحت يعني كبيرة في الإنتاج كان مناطق أخرى تنتج الكبار كذلك يعني الأطلس يعني حول الأطلس كان مناطق أخرى ولكن هذه المناطق الكبرى يعني في الإنتاج هذا الكبار فالقرنفل يعني يستهلك بكمية ضئيلة ومادة الأوجينول هي مادة تعمل مع الكاريوفينيل مع الكامبفيرول هم موجودين في القرنفل بمعنى أن هذه التوابل تستهلك مع الأغذية أو حتى مع بعض الأشرباء ممكن أن نضيفها للقهوة مثلا شرب القهوة ممكن أن نضيفها مع شرب يعني هذا السينامن مع شرب القرفة وممكن أن نضيفها مع شرب زنجبيل لماذا لا يمزجنا الزنجبيل مع القرنفل لماذا كشرب يعني ليست خلطة كشرب يعني فنحن أصبحنا يعني نخشى أن يتخذ الناس هذه الأشياء للعلاجات أو الأوجينول يعني معروف عليه أنه يعني يكبح بعد تكون بعد المواد المسببة للألم مثلا وهو يعني يزيل التسمم هو يقضي على التسمم يعني هو الكلينس هذا نستعمله لكي يعني نزيل تسمم يعني هذا الكاربون تيتراكلورايد الكاربون تيتراكلورايد هو مادة سامة يعني قوية جدا وأن تسمم الكاربون تيتراكلورايد يصلح له هذا يعني هذا القرنفل يعني أنتيدوت كالسميه هذا يعني هذا يزيل تسمم بالكاربون ثم يعني يعني بعد الأبحاث الدقيقة التي يعني أجريت على الحيوانات المختبر هو يكبح بعض الريسبتور كي يكبح الخلايا السرطانية يكبحها ولكن لما نقول يكبح هذه مسائل بحث على الحيوانات لا تعني خلطة أنني سأعالج سرطان بالقارنفل ولذلك هذا الحديث هناك تسجيلات قديمة كنا نتكلم فيها يعني بتلقائية وبأريحية ولكن الناس يستعملوها الآن في العلاجات وأنني سمعت وهذا ينصح بها ومع الأسف الجديد هذه التسجيلات الجديدة نحن ندقق في الأشياء لكي تبقى يعني نوتق هذه الأشياء كي تبقى ولكي يرجع إليها الناس ليعرفوا حقيقة المادة فقط أما أن يتهور معها الناس وأنه يعني لما نقول الأشياء يصلح لكبح السرطان فالناس يفهموناه أنه يعالج السرطان وهذا خطأ كبير نحن ما سمعنا بهذا نحن لن نتكلم عن هذه الأشياء لما نقول يكبح الخلية السرطانية فهو يدخل في النظام الغذائي للناس الذين ليس لهم السرطان لكي لا يظهر عندهم سرطان أما إذا ظهر السرطان فهذا شيء آخر لا نتكلم عنه هذا شيء آخر هذا يستويه بعلاج وعلاج قوي طبيعي أو كيماوي لا ندري ولكن يستويه بعلاج قوي نأما الآن في هذه المرحلة نحن نعرف بهذه المواد ولذلك هذه توابل القرنفل الناس يذهبون إلى الإبزار وإلى القرفة وإلى أشياء كثيرة الكمون وذكشي ولكن ينسون هذا القرنفل القرنفل هو يوجد في المنازل كان يوجد في المنازل الآن علي بذيقل حتى بذل الناس لا يهتمون به ويجب أن يكون قدر بسيط من هذا القرنفل ليس بالضرورة الناس يشتلون نصف كيلو أو هذا يعني خمسين جرام مئة جرام من القرنفل تكفي للمنزل كي تستعمل مع الأغذية أو شيء هكذا ثم إذا الناس وجدوه غالي تمن فلا عليه فإذا كان التمن مثلا مرتفعا يقتنوا كمية ما بسيطة فإذا كان التمن مرتفع أو غير مناسب يعني بعد يعني بعد العائلات فلا عليهم فهناك توابل أخرى تعمل نفس العمل وربما أحسن فلا ليس بالضرورة أن تكون كل التوابل كلها في المنزل فبعضها أو هذا يقضي والناس يتعاملوا مع الأشياء التي يقدرون عليها فقط لأن مع الأسف شديد أن هناك من سينتهز هذه الفرصات ثم ربما بعد الأتمان سترتفع فيجب على الناس يعني أن لا يعني تكون هذه الأشياء مطلقة أنه يجب أن يكون لديه قرنفل في المنزل فإذا كان التمن مرتفع فهناك توابل أخرى